من أقوى الرسائل التحذيرية التي يراها الناس في منامهم رؤية الثعبان والعقرب في المنام أنا باعتقاد أن هذه الرؤية مؤشر خطر وإنذار بالشر ورسالة تحذيرية من الله سبحانه وتعالى لصاحب الرؤية أن يحذر وأن ينتبه وأن يهتم بتفسير الرؤيا حتى يعرف فحواها فلا يصيبه منها ضرر ولا أذى بإذن الله سبحانه وتعالى عشان كده سأفسر لحضراتكم اليوم إن شاء الله بالتفصيل ما معنى رؤية العقرب والثعبان في المنام وخلينا نبدأ من رؤية العقرب لأنها أقل في الشرح والمساحة والتفسير العقرب في المنام إخوتي في الله عدو من الأقارب معنى عدو من الأقارب يعني عدو من اللي حواليك من قريبك وطبعا أنا في هذا لا أشككك في من حولك وإنما أريدك فقط أن تأخذ حزرك والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حزركم فأنا بس عايزك تاخد بالك لو شفت العقرب في المنام اعرف أنه في عدو من أقاربك وأن يكيد لك يريد أن يوقعك في الفخاخ والمهالك والشرور يريد أن يصيبك بالأذى وأنت لا تدري ولا تشعر به شيئا لو شفت العقرب في المنام لا دغتك معنى كده أن عدوك انتصر عليك أما إن رأيت نفسك في المنام ضربت العقرب فقتلته دل هذا على أنك ستنتصر على عدوك بإذن الله سبحانه وتعالى وركز إنه عدو قريب لأن العقرب لا تكون إلا عدوا من الأقارب كما ذكرنا لحضراتكم آنفا طب افرض يا مولانا أنا شفت العقرب في المنام في البيت لكن أنا ما ضربتهاش ولا قتلتهاش ولا قمت لها أي حاجة أقول لك انتبه العدو في بيتك يسكن معك ويعيش معك وأنت لا تدري ولا تشعر به شيئا ده ملخص تفسير رؤية العقرب في المنام طب السعبان يا مولانا لا السعبان فيه تفسير كثير لأن السعبان في المنام له تأويلان له تأويلان لا ثالثة لهم إما أنه يؤول على أنه خادم من خدام السحر وفي هذه الحالة أقول لصاحب الرؤية انتبه انت مسحور وإما أنه يؤول على تفسيرات أخرى جاءت بها كتب التفسير والتأويل طب نفرق منهم إزاي نفرق منهم أخي في الله من خلال لون التعبان في المنام يعني قبل أن أبدأ في أي شرح أي تفاصيل أقول لك ركز لما تشوف رؤية في المنام تصحب منهم تركز على إيه على لون السعبان الذي رأيته في منامك طيب فإن كان أسودا فدله تفسير أما إن كان أبيض أو مزركش أو أخضر أو أصفر أو غبري أو أي لون تاني غير لون سود فهذا له تفسير آخر تمام فهم تفسيرين كما قلت لك وإحنا سنشرح الآن بالتفسير التفسيرين سواء يدل السعبان على خادم من خدام السحر أو يدل على تفسيرات أخرى جاءت بها كتب التفسير والتأويل خلينا الأول في لون السعبان اللي هو غير الأسود لأنه بيتشاف كتير الأسود إيه حنفصره في الآخر ومهم يخلي بالك محدش بالله عليكم يخرج من الفيديو عشان أكثر الناس بيتصاب بهذا السعبان أو تراه في المنام وبيكون رسالة من الله سبحانه وتعالى ومؤشر خطر وهي ما بتخدش في بالها والله الذي لا إله غيره ربما تدمر حياتها تدميرا وستعرفون قدر هذا الكلام حينما نصل إلى تفسير السعبان الأسود في الفيديو إن شاء الله طيب خلينا الأول لو السعبان لونه مش اسود يعني أصفر أخضر مزركش أبيض غبري أي لون أي لون غير اسود يدل أيضا في هذه الحالة على أنه عدو طب إيه الفرق بينه بين العقرب هنا مولانا الفرق بينه إنه دعا دعاها إحنا قلنا العقرب لا تكون إلا عدو من الأقارب مخصصة لما تشوف العقرب في المنام إلا خلص خلي بالك عاد أريبك بس تاخذ بالك من أريبك بس طب اتعبان لا أتخذ بالك من كل الناس من أريبك وصحابك وقرانك وزميلك في الشغل واللي معك ومش بشكت حد في حد خلي بالك لكن أنا عايزك بس تأخذ حزرك إن كان الثعبان في المنام لونه ليس أسودا دل هذا على أنه عدو في حياتك يتربص بك ويريد أن يكيد لك ويريد أن يقعك في الفخاخ والمهارك والشرور وعلى هذا إن لدغك الثعبان في المنام انتصر عليك عدوك لا محالة أما إن رأيت نفسك في المنام تقتل ثعبانا دل هذا على أنك ستنتصر على عدوك لا محالة طيب مولانا أفرض أنا شفت التعبان في المنام ماشي وراي أقول لك انتبه هناك عدو في حياتك عدو من أعدائك يمشي وراءك يتتبع أخبارك يريد أن يعرف عنك كل شيء مرأبك يعني حتى يوكع بك الأذى وحتى يوكع بك الضرر طيب أفرض يا مولانا أنا شفت نفسي في المنام ضربت التعبان فقطعته نصفين بس ما ماتش زي ما بيحصل في الواقع أنت ممكن في الواقع تضرب تعبان ديله أعزك الله يلعب كده في حتة وباقي الجسم بالراس بيمشي لأنه معروف أنه روح التعبان في دماغه زي ما بنقول يعني مش علمي الكلام ده بس هي مثال دارج أنا معرفش يعني مش عايزة في تشريح التعبان إيه الله أعلم بس وإحنا كده درجة عندنا يعني يقولك روح التعبان في دماغه الله أعلم يعني المهم أنا شفت في المنام مولانا ضربت التعبان أطعته نصفين وما ماتش دل هذا على أنك ستنتصف من عدوك وستأخذ حقك ممن ظلمك لما تشوف نفسك في المنام ضربت تعبان فقطعت نصفين ما ماتش يقولك أبشر ستأخذ حقك ممن ظلمك وستنتصف من عدوك بإذن الله سبحانه وتعالى طب أفرض يا مولانا شفت التعبان في المنام في البيت فأنا طرت وراه عشان أضربه فهو طار هرب يعني بس ما موتهوش أقول لك جولة كسبتها على عدوك بس ما أنهتش عليه أنت كسبت عليه جولة من الجولات فبرضو تخلي بالك وتنتبه وتحذر طب أفرض يا مولانا أنا شفت التعبان في قط النوم أو في دولاب الهدوم أو على مثلا إيه السجل بتاع النوم إيه معنى الكلام ده دل هذا أخي على أن أسرار بيتك تخرج خارج بيتك وأنت لا تشعر نركز بالله عليك اللي شفت التعبان في قط النوم في غرفة النوم على السرير على الدولاب في الدولاب عفوا على الكوميدين وعلى التسريحة شفت التعبان في قط النوم عمتا أسرار البيت بتاعتك بتطلع أسرار البيت بتاعتك بتطلع برة ربما لأعدائك وربما لأعدائك فبرضو نخلي بالنا من الحتة دي كويس ده بالنسبة لو حنفسر التعبان على أنه هو عدو من الأعداء وليس خادم سحر طيب ميتا فسر عاد أنه هو خادم سحر إن رأيت الثعبان في المنام لونه أسود لونه أسود هنا عاد يتفسر التعبان على أنه خادم من قدام السحر وأقول لصاحب الرؤية احذر فأنت مسحور طب أنا مولانا نعمل أي يعني أفرض خلاص أنا عرفت شفت تعبان في المنام لونه أسود وعرفت أن أنا مسحور نعمل أي حبيبي في الله تبحث عن نفسك وتفتش عن ذاتك جيدا وتشوف الرقاة الشرعين وتشوف حال للسحر ده ما في السحر ده ممكن يدمر حياتك ودمر حياة الكثيرين وفيه ناس ألت لك يا عمي لذا حكاية السحر لديك لنفاضه والقصة لمعنى مذكر في القرآن والسنة بالسنة المتواترة وبع ذلك أنكر السحر وقال الله عمي ما في السحر والقصة دي ودمرت حياته بسبب السحر أجرى الله سبحانه وتعالى وإياكم طب أقول لنا أنا أفرض أنا شفت التعبان في المنام لونه أسود وعرفت أنه عنده سحر اهنع السحر بقى الرؤية مش هتحددها الرؤية دي حبيبي زي ما قلت لك هي رسالة من الله سبحانه وتعالى قلت لك رسالة حزينية من الله أول ما تشوف التعبان لونه مش أسود فيه عدو في حياتك طب أسود لأ يبقى أنت مسحور ومعمل لك سحر وعندك خدم سحر مطيين عشتك المغز في الكلمة يعني رسالة كده من عند ربنا إيه طب إنه يعمل إيه أنا بعديها على طول أنت تبحث عن نفسك باك هتبحث عن نفسك وتروح لوقات الشرعين وإنت أول ما تروح لأي راقي شرع وتقول له أنا بشوف التعبين السودة في المنام كتير هيقول لك أنت بسحور ومش شرطي راقي لأنا كمفسر أحلام لو أنت جيت نقطين ولانا أنا شفت التعبان لسود في المنام قعد لدغني جد ورايا أنا شفته في البيت أي رؤية من الرؤى أقول لك خلاص أنت كده معمول لك سحر معمول لك سحر وبدأ اتعالج وسبحان الله العظيم بعد ما بتتعالج بتشوف نفسك في المنام ضربت التعبان لسوده وأثلته عشان كده برضو أنا أريد أن أضيف إلى هذه الحلقة المباركة إن شاء الله أن أي إنسان يرى في منامه أنه قتل ثعبانا أسود دل هذا على أنه شفية من سحره وتخلص منه طب فردون أنا شفت أثلت التعبان بس أنا لا خدت علاق ولا رحت الراقي شرع ولا مرست أي نوع من أنواع الأعلقة الروحانية ده إيه معنى حبيبي معنى أنك شفيت من السحر دون أن تتعالج طب هو لا ممكن يحصل أي وممكن يحصل إهما هذا مودانا بيضعف السحر أعزك الله بتقادم الزمن بتقادم الزمن السحر ده ونكنت مش عاستطول حلقة يعني بس هي معنوات مهمة والله ما عليش نخد ديئتين كمان السحر ده على حسب قوة الساحر وقوة خادم السفلي اللعين الذي معه يعني كلما كان الساحر مخضرما وكلما كان الخادم السفلي اللعين الذي معه قويا كان السحر قوي وبالتالي مش هيروح بسرعة مش هيروح بسرعة هاخد فترة ولازم تخد له علاج ولازم تتابع عند أحد الرقاط الشرعيين إذا بكلش أنت بتعالج بنفسك لا لو كان الساحر شوي على قده وكمان الخادم السفلي المصطاده عشان يعمل له السحر ده فرفور يعني ضعيف السحر بيضعف ويتلاشأ بتقادم الزمن ممكن ياخد شهر اثنين سنة اثنين وبعد يبدأ يضعف يضعف لحد ما ينته ويرح لوحده دون أن تأخذ أي علاج ودون أن تذهب إلى أي من الرقاط الشرعيين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة